على وقع توتر سياسي مرتبط بنتائج الانتخابات النيابية تعرض منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لهجوم بطائرات مسيرة ملغومة انتهى عند وصفه بمحاولة اغتيال فاشلة الصوالح الجبانة والطائرات مسيرة جبانة لا تدني اوطانا ولا تدني مستقبلة الهجوم قوبل بتنديد محلي واقليمي ودولي تزامن مع تحذيرات من تداعياته المحتملة التي تتمحور كما يرى مراقبون بين العنف او اعادة العراق الى مربع الاقتتال الداخلي فضلا عن العزلة السياسية وقد يرتفع سقفها بحسب القراءات السياسية الى حرب طائفية نارها لن تستثني احدا هذا الاستهداف في الحقيقة بكل جوانب من قائمة هو عبارة عن طعنة في صميم مستقبل العراق المتابعون يؤكدون ان تصعيد الجماعات غير المنضبطة في العراق وصل الى حدوده العليا في الوقت الذي انهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها والتي تطابقت مع نتائج العد الالكتروني بنسبة مطلقة كما تقول المفوضية وهو ما دفع بالمعترضين على النتائج الى التصعيد على الجبهة السياسية توالت ردود الفعل العربية والاقليمية والدولية المنددة بمحاولة الاغتيال لا سيما من الخصمين الذين يتجاذبان النفوذ في العراق واشنطن وطهران فقد وصفها الرئيس الاميركي جو بايدن بالهجوم الارهابي بينما دعت وزارة الخارجية الايرانية الى اليقظة لاحباط المؤامرات الارهابية المراقبون يرجحون ان ينتهي الصراع على كرسي الحكومة المقبلة الى خيارين لا ثالث لهما اما التوافقية او الدخول في صراعات ستعود بالعراق الى مربع العنف والفوضى فاي الخيارين سيختار الساسة الايام المقبلة وحدها هي التي تنبئ بالاجابة عن هذا السؤال